عاد المنحن الوبائي للارتفاع بعد تسجيل أعداد كبيرة بالإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي إذ أظهرت إحصائيات حكومية تسجيل 67 وفاتاً و 10216 إصابة بكورونا خلال 7 أيام شهد هذا الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات فيروس كورونا تصدرت العاصمة عمان أكثر من ثلثي حصيلة الإصابات اليومية حيث أظهرت إحصائيات حكومية خلال الفترة من الخامس من شباط الحالي وحتى الثاني عشر من شباط تسجيل 10216 إصابة الوفيات اليومية بالفيروس خلال الفترة ذاتها حافظت على نسبتها اليومية ليبلغ عدد المتوفين خلال الأسبوع الحالي 67 وفاة وإجمالي عدد الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة وحتى يوم الخميس 4421 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 341,984 إصابة منها 13,493 حالة نشطة الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى مساء أمس بلغت أكثر من أربعة ملايين فحص فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 324,070 حالة منذ بدء الجائحة في شهر آذار الماضي فيما بلغ متوسط نسبة الفحوصات الإيجابية خلال الأسبوع الحالي 85% ومع بدء عودة بعض الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية وانتهاء الأسبوع الدراسي الأول يترقب مواطنون بحذر القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي سوف يحكمها المنحنى الوبائي فيما إذا كان سيناريو عودة الحذر واردا في أجندة صانعي القرار